اعلن سماحة قاضي القضاء امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل ان اليوم الثلاثة هو المتمم لشهر رمضان المباركة وبذلك يكون يوم غد الاربعاء ورد شهر شوال العام 1437 للهجرة واول ايام عيد الفطر السعيد ومن هنا ونظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال في سماء المملكة الاردنية الهاشمية فانني اعلن متوكلا على الله تعالى ان يوم غد هو اليوم المتمم لشهر رمضان وان يوم بعد غد الاربعاء سيكون غرة ايام عيد الفطر السعيد جاء ذلك خلال الاحتفال الذي اقامته دائرة قاضي القضاء لتحر هلال شهر شوال في ممنى الدائرة الساحة السماوية بحضور هيئة القضاء الشرعي وسماحة المفت العام للمملكة ووزير الاوقاف ومجلس الافتاء والمفتين في القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والدرك وأصحاب الفضيلة العلماء وأساتذة الشريعة وعدد من المدعوين الرسميين بالاضافة الى لجنة الاهلة والمواقيت في دائرة قاضي القضاء وأصحاب الاختصاص في شؤون الفلك ووسائل العلام والصحافة الرحمن الرحيم ما من شك أن هذا اللقاء الإيماني الكبير الذي اجتمع فيه نخبة من القيادات الشرعية والفلكية والإعلاميين والمختصين في هذا الشأن هو اجتماع له دلالته الكبيرة على الحرص من هذا البلد الهاشمي الكريم لمتابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم فهو القائل صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته وحيث أنه لم تتم المشاهدة لهلال شهر شوال وبالتالي فإن يوم غد هو اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك ويوم الأربعة سيكون هو يوم عيد الفطر السعيد وما من شك أن العياد وهي تأتي إلى هذه الأمة تذكر بالرحم القائمة بين أبنائها وكذلك تذكر بالوشيجة التي تجمع أبناء هذه الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها وتذكرنا أيضا بأهلنا في فلسطين الجناح الآخر لطائر الأردن وفلسطين لما يعانون من مآسي ومن كرب وضيق ومن تحديات يقوم بها العدو الصهيوني وبهذه المناسبة العضلة ترفع مجموعة الحقيقة الدولية ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور زكري الشيخ وأكافة الموظفين أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى الأمتين الإسلامية والعربية وإلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين سائلين المولى عز وجل أن يعيده على جلالته والأسرة الأردنية الواحدة باليمن والبركات حمد الفائز الحقيقة الدولية